اشتركوا في القناة ويليام روتو إلى الرئيس السيسي وأكد حرص الجانب الكيني على مواصلة تفعيل العلاقات المتميزة بين البلدين في جميع المجالات وهو ما ثمنه الرئيس السيسي مؤكداً اعتزاز مصر بعلاقاتها التاريخية مع كينيا باعتبارها مثالاً للتعاون بين الأشقاء في القارة كما تناول اللقاء عدداً من موضوعات التعاون المشترك في ضوء حرص البلدين على تعزيز الشراكة والتعاون في المجالات العسكرية والأمنية كما استقبل رئيس عبدالفتاح السيسي وفداً من لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم البريطاني برئيسة نائبة إليسيا كورنز رئيسة اللجنة بحضور السفير جاريث بالي سفير المملكة المتحدة بالقاهرة صرح المستشار الدكتور أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية بأن الوفد البريطاني حرص على الاستماع لرؤية رئيس السيسي بشأن الأوضاع الإقليمية خاصة في قطاع غزة حيث تم استعراض مستجدات الجهود المصرية للتوصل إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع وتأكيد أهمية قيام المجتمع الدولي بمسؤولياته في حماية الفلسطينيين من الكارثة الإنسانية التي يتعرضون لها وتم التنويه إلى دور مصر في حجد وإدخال المساعدات الإغاثية عبر منفذ رفح البري بالإضافة إلى إسقاط المساعدات جوا للمناطق المتأثرة بشدة من الصراع في شمال غزة فقد شدد الرئيس السيسي في هذا الصدد على أن الوضع الإنساني في غزة لا يحتمل مزيدا من تأجيل التوصل لحلول حاسمة لوقف إطلاق النار تطرق اللقاء إلى تطورات الأزمات القائمة في عدد من دول الإقليم حيث أكد الرئيس السيسي أن تدعيم بنيان الدولة الوطنية بالمنطقة ومسندة مؤسساتها الوطنية نحو التماسك والوحدة يعد السبيل نحو تحقيق الاستقرار ومكافحة الإرهاب بفاعلية يتابع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي غدا سير عملية الإفراجات بالموانئ المصرية المختلفة كما يشرف على الإفراج عن البضائع من ميناء إلى أسكندرية وذلك تنفيذ لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتشمل البضائع المفرج عنها السلع الغذائية والأعلاف والأدوية ومستلزمات الإنتاج ويأتي الإفراج عن البضائع تعبيرا عن نجاح الإجراءات المتخذة من الدولة إلى الفترة السابقة ويسهم في توفير السلع بالأسواق ويحقق توازن وانضباط للأسعار قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري السماح لسعر الصرف بأن يتم تحديد سعر صرف الدولار وفقا لألية السوق ووضحت اللجنة أن توحيد سعر الصرف يعتبر إجراء بالغ الأهمية حيث يساهم في القضاء على تركم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمية والموازية وأكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط مشددا على أهمية السيطرة على التوقعات التدخمية وما تقدده السياسة التقييدية من رفع لأسعار العائد الأساسية للوصول بمعدلات العائد الحقيقية لمستويات موجبة ورفع البنك المركزي اليوم أسعار الفائدة بواقع ستمائة نقطة تأساس ما يعادل ستة في المئة للتصغيل إلى مستويات سبعة وعشرين فاصل خمسة وعشرين من مئة بالمئة وفق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي بالعاصمة الإدارية الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على استيراد مليون طن سكر خلال هذا العام على أن يتم بصورة عاجلة استيراد ثلاثمائة ألف طن كمرحلة أولى وأوضح مدبولي أن المرحلة القادمة ستشهد توفير السكر بكمية كبيرة في الأسواق للعمل على إنهاء هذه المشكلة تماما كما سيتم العمل على زيادة منافذ البيع وتأسير نقل السكر في المحافظات المختلفة أعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لقاء مع نظيره الأرماني نيكول باشنيان والأفضل مرافق له بحضور عدد من الوزراء وأكد مدبولي أهمية العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر وأرمينيا والتي ترجع إلى استضافة مصر تاريخيا لعشرات الآلاف من الأرمن مشيرا إلى إسهامات الجالية الأرمانية في التطورات التي شهدتها مصر في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وثمن رئيس الوزراء الاكتماع الذي عقده أمس الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس الوزراء الأرماني مؤكدا أنه كان اكتماعا مثمرا للغاية مشيرا إلى أنه يقدر رغبة البلدين لتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية وإقامة الكثير من الشراكات بين رجال الأعمال من الجانبين خلال المرحلة المقبلة وفي ختم اللقاء أكد رئيس وزراء مصر وأرمينيا أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الترتيبات الخاصة بعقد اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني التي تستضيفها القاهرة وأنهما سيتابعان أولا بأول نتائج هذه الترتيبات مع الوزراء المعنيين أقلعت عدد من طائرات النقل العسكرية التابعة لكل من مصر والإمارات من مطار العريش لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات الإغاثية والمواد الغذائية والطبية على شمال قطاع غزة وذلك للمعاونة في تقفيف وطأة الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها سكان القطاع بالمناطق التي يصعب أصول المساعدات إليها برا وأوضح المتحدث العسكري والعقيد أركان حرب غريبة عبد الحافظ أن ذلك يأتي مع استمرار فتح معبار رفح لدخول المساعدات إلى القطاع بالتزامن مع الجهود المصرية والدولية الرامية إلى إقرار التهديئة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك مزيد من التفاصيل بالتقرير التالي استمراراً للجهود المصرية الإماراتية الفاعلة في تقديم المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق أقلعت عدد من طائرات النقل العسكرية لكل البلدين من مطار العريش لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوية لأطنان من المساعدات الإغاثية والمواد الغذائية والطبية على شمال قطاع غزة وذلك للمعاونة في تخفيف وطأة الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها سكان القطاع بالمناطق التي يصعب وصول المساعدات إليها براً يأتي ذلك مع استمرار فتح معبر رفح لدخول المساعدات إلى القطاع بالتزامن مع الجهود المصرية والدولية الرامية إلى إقرار التهديئة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك تفقد الفريق الركن ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي وأمين عام مجلس الدفاع الأعلى بمملكة البحرين والوافد المرافق له مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة يرافقه الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري واللواء أركان حرب عبد المعطي عبد العزيز علام قائد المنطقة المركزية العسكرية تضمنت الزيارة تفقد مركز تنصيق أعمال دفاع الدولة حيث استمع إلى عرض تقديمي لمكونات القيادة الاستراتيجية وما تضمه من جهات تخصصية ومنشآت تعليمية وإدارية كما تفقد مركز السيطرة المتكامل لخدمات التوارئ والسلامة العامة وكذلك المرور على نادي الفروسية بالقيادة الاستراتيجية ونادي الفروسية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية الذين تم إنشاؤهما وفقا لأحدث المعايير الدولية في مجال رياضة الفروسية بما يؤهلهما لاستضافة كبرى البطولات الإقليمية والدولية وأشهد الفريق الركن ناصر بن حمد الخليفة بما شاهده من إمكانات وقدرات تمتلكها الدولة المصرية تضاهي الدول الرائدة في ذلك المجال بما يعزز من قدرة قواتها المسلحة على دعم ركائز الأمن القومي ويؤكد مكانتها الرائدة في منطقة الشرق الأوسط كما أعرب عن امتنانه لتلك الزيارة التي تعكس مدى علاقات التآخي بين البلدين الشقيقين متمنيا لمصر دوام التقدم والازدهار بكافة المجالات يلتقي في السابع مساء اليوم فريق براملز مع منافسه فاركو على استدد الدفاع الجوي في إطار مواجهات الجولة الخمسة عشرة من بطولة الدور الممتاز ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر